بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في قناتكم مومو نيوز الأخبار الرياضية إذن قبل البداية لا تنسوا التقطع لزل الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد إن شاء الله كشفت مصادر قريمة من عائلة اللاعب حسام عوار بأن مهاجم ريال مدريد اللاعب كريم بن زيمة قد تكلم مع اللاعب حسام عوار وقد نصحه باختيار اللاعب للمنتخب الوطني الجزائري بشكل نهائي وأكدت كذلك ذات المصادر بأن بن زيمة يريد التدخل من أجل اقتراح حسام عوار على الاتحادية الجزائرية وعلى الناخب الوطني جمال بالماضي بحيث أن اللاعب حسام عوار يسكن بمدينة ليون وكذلك عائلة اللاعب كريم بن زيمة هي كذلك تسكن بمدينة ليون الفرنسية العائلتان جدوا متقاربتان وهذا ما جعل كريم بن زيمة مقربا جدا من اللاعب حسام عوار وذهب في العديد من المرات تتكلم معه ونصحه باختيار اللاعب للمنتخب الوطني الجزائري شاهدنا في الأوين الأخيرة رئيس الاتحادية الفرنسية لكرة القدم بحيث أكد بأن كريم بن زيمة لن يلعب مستقبلا مع المنتخب الفرنسي وكذلك هذا ما أكده المدرب ديشو مدرب المنتخب الفرنسي إذن سوف تظهر الحقيقة في القارب العاجل إن شاء الله سوف نرى ما إذا كان حسام عوار سوف يلعب للمنتخب الجزائري أو للمنتخب الفرنسي بطبيعة الحال وسوف يكون قراره هو قرار رياضي قرار احترافي نتمنى أن يختار المنتخب الوطني الجزائري لأنه صراحة يمتلك إمكانيات جد رائعة شاهدت مباراة في العديد من المرات لعب فنان، لعب حيوي، لعب ناشيط، لعب يقدم الإضافة وكما قال الناخب الوطني جبل بالماضي كل لاعب يستطيع أن يقدم الإضافة للمنتخب الوطني فمرحبا به وكذلك في التصريح الأخير للناخب الوطني جبل بالماضي وعندما تكلم عن أبواب المنتخب الوطني جزائري قال بأن الأبواب ما زالت مفتوحة لكل اللاعبين الذين لعبوا من قبل المنتخب الوطني جزائري وتم استبعادهم لأسباب الإصابة أو لأسباب نقص المستوى لكن الأبواب ما زالت مفتوحة وكذلك هي مفتوحة للعبين الجدد الذين يريدون اللاعب للمنتخب الوطني مستقبلا وكان يقصد بطريقة غير مباشرة بطبيعة الحال اللاعب حسن عوار وكذلك اللاعب مكسيم لوباز وكذلك اللاعب ياسر العروسي إذن نتمنى كل التوفيق لللاعبين الجزائريين ونتمنى التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري والناخب الوطني جمال بالماضي أعزائي المشاهدين أشكركم زيزي الشكر للمشاهدة دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته